السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلم بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم فيديو جديد بخصوص شركة أرامكو السعودية بتعلن عن موعد التقديم على برنامج التدريب الصيفي وبرنامج طموح بتعلن شركة أرامكو السعودية طبعاً هذا الموقع الرسمي لشركة أرامكو السعودية بتعلن عن موعد التقديم على برنامج التدريب الصيفي وبرنامج طموح لطلاب المرحلة الثانوية وطبعا هذا البرنامج برنامج تدريب صيفي وبرنامج طموح برنامجان سوف تعقدها هذه البرامج البرنامج الصيفي تدريب الصيفي برنامج طموح عن بعد عبر منصة الدراسة الرقمية بلاك بورد أول شيء نتكلم عن برنامج طموح البرنامج يوفر هذا البرنامج فرصة لتطوير الطلب الموهبين وسقل وتنمية مهارتهم لتلبية متطلبات القبول لأفضل الجامعات العالمية والجامعات والكليات المصنفة علميا حيث يتم تدريب المشاركين على اختبارات الرياضيات والفيزياء والكيميا والاقتصاد بالإضافة إلى اختبارات إتليس والمهارات المطلوبة للمستقبل متطلبات القبول لظلاب أول ثانوي بالنسبة لبرنامج طموح معدل تراكمي قدره 90% الفصل الدراسي الأول والثاني لصفوف الأول الثانوي معدل تراكمي قدره 90% وأكثر في المواد العلمية تشمل الرياضيات الفيزياء والكيميا والأحياء للصف الأول الثانوي معدل تراكمي من اختبار الإتليس 5.5 فما فوق أو ما يعادلها 70.5 في اختبار طفل أو 90% في اختبار ستب بالنسبة للمتطلبات القبول للصف الثاني السنوي معدل تراكمي قدره 95% لفصل الدراسي الأول والثاني لصفوف الثاني سنوي معدل تراكمي قدره 92% وأكثر في المواد العلمية الرياضيات والفيزياء والكيميا والأحياء لصفوف الثاني الثانوي معدل تراكمي من اختبار إتليس 6.5 فما فوق أو ما يعادلها 85% في اختبار التفل 98% في اختبار ستب معدل تراكمي القدرات قدره 85% فما فوق هذا بالنسبة لبرنامج طموح برنامج طموح يشمل الصف الأول والصف الثاني الثاني فقط أما برنامج التدريب الصيفي نتعرف عليه هو برنامج يعقد هذا البرنامج أو التدريب خلال فصل الصيف اللي هو برنامج التدريب الصيفي حيث قدم للمشاركين مواد من اللغة الإنجليزية والعلوم لدعم تطويرهم الأكاديمي الإضافة إلى المهارات الحياتية وبناء الشخصية مع التركيز على مبادئ السلامة ومقدمة عامة لاختبار اللغة الإنجليزية إتليس ويشمل هذا البرنامج الطلاب من الجنسين المسجلين حاليا من صف الأول أو الثاني أو الثالث السنة في المرحلة السنوية اختبار برنامج طموح يشمل صف الأول والثاني سنوي برنامج التدريب الصيفي يشمل صف الأول والثاني والثالث السنوي برنامج التدريب الصيفي متطلبات القبول ألا يكون الطالب قد التحق بالبرنامج سابقا أن يكون الطالب من المسجلين الحاليا في الصف الأول أو الثاني أو الثالث من المرحلة السنوية ألا يزيد عمول المتقدم عن 22 سنة موافقة ولي الأمر التقديم بدأ من يوم الاثنين بتاريخ 12-9-444 الموافق 3-4-2023 وانتهى التقديم يوم الاثنين بتاريخ 19-9-444 الموافق 10-4-2023 إذا أردت التقديم تدخل هذا على الصفحة الرسمية لشركة أرامكو تسجيل طلب التحق بالبرنامج وضغط الضغط هنا تقوم بالضغط هنا ننتظر حتى تفتح لأن صفحة التسجيل هنا إذا كان لديك حساب إذا كان لديك حساب تقوم بالضغط هنا على تسجيل الدخول إذا لم يكن لديك حساب تقوم بإنشاء حساب جديد رقم السجل المدني أو الهوية رقم علوان البريد الالكتروني كلمة المرور تأكيد كلمة المرور ثم أوافق على السياسات إذا أردت الاطلاع على السياسات تضغط هنا ثم بعد ذلك سوف تتفاعل هذه الخطوة اللي هو كلمة التالية تضغط عليها تبدأ في استكمال باقي الإجراءات الخاصة بالتسجيل إذا لديك حساب تضغط هنا تقوم بكتابة رقم السجل المدني الهوية كلمة المرور ثم بعد ذلك طلب رمز التحقق سوف تأتي لك رسالة على الجوال وتبدأ في إجراءات الدخول واستكمال باقي البيانات نطلع على أهم الأسئلة الشائعة هل يستطيع خرج المرحلة الثانوية التقديم على برنامج تدريب الصيفي أو برنامج طموح لهذا العام؟ لا يجب أن يكون المتقدم طالبا في الصف الأول أو الثاني أو الثالث من المرحلة الثانوية التي تمكن من تقديم على برنامج التدريب الصيفي التدريب الصيفي يشمل صف الأول والثاني والثالث الثانوي ويجب أن يكون المتقدم طالبا في الصف الأول أو الثاني المرحلة الثانوية لتقديم على برنامج طموح وبالنسبة لبرنامج طموح يشمل صف الأول والثاني فقط للسانوي هل يستطيع الطلب الذين تقدموا في برنامج التدريب الصيفي العوام السابقة تقديم مجددا هذا العام؟ الإجابة طبعا لا المتقدم الذي سبق له الانضمام لبرنامج تدريب الصيف لا يمكن التقديم مجددا هل يستطيع الطلب الذين تم قبولهم في برنامج طموح في العوام السابقة تقديم مجددا هذا العام؟ نعم المتقدم الذي سبق له الانضمام لبرنامج طموح في العوام السابقة يستطيع التقديم مجددا هذا العام هل تتطلب الدراسة في البرنامج الحضور؟ طبعا سبق قلنا أن التدريب سوف يكون عن بعد من خلال المنصة الرقمية هل يجب أن يكون لدي حساب بنكي؟ نعم يجب أن يكون لديك حساب بنكي خاص بك أنت لنزول المكافأة ما هي مدة الدراسة؟ مدة الدراسة لبرنامج التدريب الصيفي سلاسة أسابيع تبدأ من نبعا هذه التواريخ من 23 يوليو وتنتفي 10 أغسطس 2023 أما مدة الدراسة لبرنامج التدريب 5 أسابيع تبدأ من 9 يوليو حتى 10 أغسطس 2023 المستندات المطلوبة لإكمال طلب التقديم صورة من الهوية الوطنية نسخة من كشف درجات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي ونسخة من آخر كشف درجات موضحا جميع المواد مع المعدل التراكم للصف الثاني والثالث الثانوي في النهاية أتمنى طبعا للجميع التوفيق شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر